مع الاحتفال بعيد سيدة الوردية تم البدء باستكمال البناء لكنيسة القديس بولوس الرسول في منطقة الإجبيهة التابعة للعاصم عمان وضعين هذا المشروع تحت حماية ومعونة أم الله وسيدة الوردية المقدسة حيث أن المشروع يتم بحسب المخطط الزمني المرسومي له ومن المتوقع الانتهاء منه في شهر أذار القادم إذ سيحتفل أبناء رعية القديس بولوس بعيد الفصح المجيد القادم في الكنيسة الجديدة ومن المعلوم أن الكنيسة ستكون من أكبر كنائس رعاية الأبرشية إذ ستتسع لما يزيد عن ألف مصلن علما أن استكمال مشروع بناء الكنيسة والذي توقف لفترة طويلة قد تم بدعم مادي ومعنوي من فرسان القبر المقدس في ألمانيا وأبناء الرعية والمحسنين المحليين